ترامب يؤكد الاقتراب من معرفة حقيقة اختفاء خاشقجي والرياض تقترح تشكيل فريق تحقيق مشترك مع أنقرة شهداء وجرح مدنيون في قصف التحالف في السعود مزارع في الحديدة والأمم المتحدة تتهم تحالف بقتل نحو 1250 طفلا بوتين يؤكد أن ضرب روسيا للإرهاب حافظ على الدولة السورية ويقول أن إعادة أعمارها مهمة مشتركة للمجتمع الدولي أهلا بكم قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى داعيا لوقف الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة برغم المخاوف بشأن الصحافي المختفي شمال خاشقجي مشتيرا إلى أن المملكة ستنقل عندئذ أموالها إلى روسيا والصين أكان ترامب قد أكد في تصريح لقناة فوكس نيوز أن محاققين أمريكيين يعملون مع تركيا والسعودية مشددا على أنهم باتوا قاربين من معرفة الحقيقة حسنا نحن ننظر إلى هذه القضية بجدية بالغة القضية لا تتعلق بمواطن أمريكي لكن هذا غير مهم فهي تتعلق بالصحافيين إنها سابقة فضيعة لا يمكننا السماح بذلك نحن نعمل بجد ولدينا محاققون هناك ونعمل مع تركيا ومع المملكة العربية السعودية نريد معرفة ما حدث هو دخل وحتما لم يخرج في المقابل نفى مسؤولون أتراك مشاركة أمريكيين في التحقيق بشأن قضية خاشقجي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن قضية اختفاء خاشقجي ليست عابرة وأن بلاده لا يمكن أن تلتزم الصمت حيالها أردوغان وخلال عودته من رحلة إلى هنغاريا أشار إلى أن القنصلية السعودية في إسطنبول لديها أحدث أنظمة الكاميرات وأنها قادرة على التقاط أي عصفور أو ذبابة تمر من هناك متحدث رئاسي تركي قال أن قراراً اتخذ بعد اقتراح سعودي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي من جهته دع وزير الخارجية التركي مولود جوي شوغلو السعودية إلى تعاون بشكل أكبر مع تركيا من أجل حل القضية أجرى المدعي العام تحقيقاً واسعاً وشاملاً بالتنصيق مع مختلف أجهزة الأمن والمخابرات التركية لأن الحديث وقع في القنصلية السعودية فإننا نعمل أيضاً على هذا الأمر مع السلطات السعودية والجانب السعودي مجبر على التعاون معنا في هذا الشأن كما سنعلم النتائج في نهاية التحقيق إلى ذلك نشرت صحيفة وياني شفق التركية صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبجواره اثنان من الفريق الأمني الذي تقول السلطات التركية أنه وصل إلى أسطنبول وغادرها في اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي أكانت الصحيفة قد نشرت صور 15 سعودياً وأسماءهم بينهم ضباط وعسكريون وأمنيون مقربون من ولي العهد وفق ما ذكرت الصحيفة موقع ميدل إيست آي البريطاني روى ما قال أنها تفاصيل قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية ونقل الكاتب ديفيد هيرس عن مصدر مقرب من تحقيقات أن جمال خاشقجي قتل بطريقة وحشية مضيفاً أن مسؤولين أتراكاً يعلمون متى وفي أي مكان في المبنى قتل الكاتب السعودي قال أنهم هم يدرسون إمكانية حفر حديقة القنصل العام لمعرفة ما إذا كانت جثته متفونة فيها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حذر من أن السعودية ستواجه عواقب خطرة إذا تأكدت شكوك المسؤولين الأتراك بأن خاشقجي قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء للسعودية يجدون أن مسألة اختفاء خاشقجي ستكون غاية في الخطورة وإذا صدقت المزاعم بشأن القضية فأن العواقب ستكون خطيرة جداً لأن صداقتنا وليس شراكتنا تعتمد على قيم مشتركة إذا كان هدف الجانب السعودي إنهاء هذه القضية فيجب أن نجد السيد خاشقجي أما إذا كانت هذه الإدعاءات غير صحيحة فأين هو؟ لم نره بعد في أي مكان وهذا ما يبعث على القلق يجب حل هذه الأزمة ولا يمكننا أن نقلل من خطورتها في لبنان قالت كتلة الوفاء للمقاومة أن قضية اختفاء خاشقجي وضع الدول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها نتيجة دعمها أنظمة تنتهك حقوق الإنسان ولا تحتكم للقوانين وفي بيان لها أشارت كتلة الوفاء للمقاومة إلى أن ما حصل يؤكد النزع الإجرامي لنظام السعودي بحسب البيانة لقد كشفت الحادثة التي شهدتها مؤخرا القنصلية السعودية في إسطنبول عن فضيحة كبرى على المستوى القانوني والأخلاقي فضلا عن المستوى السلوكي والديبلوماسي ووضعت دول الغرب وعلى رأسها أمريكا أمام مسؤولياتها عن دعم أنظمة تنتهك حقوق البشر ولا تحتكم للقوانين إن ما حصل يؤكد النزعة الإجرامية للنظام السعودي الذي طالما ضلل الشعوب والدول وروج لدوره الإنساني ولأهليته ولسلوكه الناعم وتم اعتماده والرهان عليه من قبل الغرب ودوله لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم التآمرية ضد منطقتنا لنهب ثرواتنا وفرض سياساتهم الماكرة ضد مصالحها وسياداتها أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء استشهد أربعة مدنيين وإصابة العشرات في غارات للتحالف السعودي استهدفت منازل ومزارع المواطنين جنوب الحديدة وجاء في بيان وزارة الصحة أن طائرات التحالف السعودي منعت دخول سيارات الإسعاف إلى منطقة التحيطة وخروجها منها لإسعاف الجرحة ودع البيان المنظمات الأممية والصليب الأحمر الدولي للاطلاع بمسؤوليتها في التحرك لإسعاف الجرحة في مديرية التحيطة دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل السعودية إلى وقف الضربات الجوية على أهداف مدنية في اليمن وفي تقريرها بشأن الانتهاكات السعودية بحق الأطفال في اليمن حثت اللجنة الرياض على محاكمة المسؤولين عن سقوط أطفال بسبب هجمات غير مشروعة وأشار تقرير اللجنة إلى أن 1248 طفلا يمنيا أي 20% من الضحايا المدنيين قد وجراء غارات التحالف السعود منذ بدء الحرب على اليمن إلى الشأن السورية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أنه جرى توجيه ضربة ساحقة إلى الإرهاب الدولي في سوريا بتقديم الدعم إليها والحفاظ على الدولة فيها وخلال مراسم تسلم أوراق اعتماد السفراء أعرب بوتن عن أمل بلاده بأن تصبح عملية إعادة أعمار سوريا مهم مشتركة للمجتمع الدولي مشيرا إلى أن الأولوية هي لإنعاش الاقتصاد المدمر والبنية التحتية وعودة ملايين النازحين وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد حذر من أن واشنطن لن تمول إعادة أعمار سوريا ما دامت القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران لم تغادر هذا البلد بنحو النهائي وفق تعبيره اليوم لدينا هدفان جديدان في سوريا عملية سلمية وحل سياسي للصراع السوري وسحب كل القوات الإيرانية والقوى التي تدعمها إيران من سوريا وإذا لم تؤكد سوريا الانسحاب الكامل لقوات إيران وداعمها فلن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الأعمار موقف وزير الخارجي الروسي سرغي لافروف بشأن مكانة الجولان المحتل في الأمم المتحدة رأى فيه محللون إسرائيليون ردا حاسما على محاولات نتنياهو لتحقيق اعتراف دولي باحتلال الجولان منال إسماعيل بكثير من الاهتمام تعاملوا في إسرائيل مع تصريح وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف بأن تغيير مكانة الجولان المحتل من دون موافقة مجلس الأمن الدولي يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة وعدوه ردا مباشرا على كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو من أن الجولان ستبقى دائما تحت السيطرة الإسرائيلية حضور إسرائيل في الجولان حيوي لأمنها إسرائيل في الجولان حقيقة على المجتمع الدولي الاعتراف بها ومدام الأمر مرتبطا به فهو سابقى تحت السيادة الإسرائيلية ما يقوله لافروف وبرد قصير جدا هو أن ما كانت الجولان حددت بقرارات مجلس الأمن بمعنى أنه منطقة محتلة ويجب على إسرائيل أن تعيده إلى سوريا في كل الأحوال بالترجمة العبرية لافروف يقول لنتنياهو نحن لا نتفق مع هذا ومن ناحيتنا الجولان كان وما زال موضوعا يجب بحثه في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا كلام لافروف عن ما كانت الجولان رأى فيه مراقبون عكاسا لاستمرار الأزمة بين إسرائيل وروسيا بشأن سوريا التوتر في الشمال مستمر وبكلمات أخرى الأزمة مع روسيا بشأن ما يحدث في سوريا مستمرة نتنياهو قال قبل أيام أن بوتين يدرك الأهمية التي يوليها نتنياهو للجولان وأنها ستبقى دائما تحت السيادة الإسرائيلية لكن لافروف عارض تماما ما قاله نتنياهو في إسرائيل هناك من قرأ أيضا في كلام لافروف تطورا في الموقف الروسي الذي لم يتطرق إلى مكانة الجولان منذ دخول الروس على خط الحرب الدائرة في سوريا المهم في كلام لافروف هو أنه على مدى فترة طويلة أي منذ إرسالهم قواتهم إلى سوريا قبل نحو ثلاث سنوات لم يبحث الروس هذا الموضوع ولم يطرحوه علنا ولم يشير حتى اليوم بكلمة واحدة لمن يتبع الجولان أو أنه يجب على إسرائيل أن تعيده لذلك هذه النقطة مهمة كلام نتنياهو عن مكانة الجولان كانت قد سبقتها دعوات متعددة لسياسيين إسرائيليين لاعتراف دولي ببقاء الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي لأنه لن يكون لإسرائيل توقيت أفضل من الآن لهذا الطلب مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات عسكرية وسياسية وأمنية على المنطقة النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل المصالحة على طاولة حماس والفصائل في غزة من جديد أهلا بكم أجرت حركة حماس سلسلة لقاءات مع عدد من الفصائل وشخصيات الفلسطينية في غزة الحركة أكدت في بيان أن المشاورات شددت على ضرورة الاتحاد على قاعدة الشراكة كما بحث المجتمعون آفاق مسيرات العودة وجهود كسر الحصار ومواجهة صفقة القر كما أطلعت الحركة الفصائل على نتائج اجتماعاتها مع القيادة المصرية هذا وشملت لقاءات حركة الجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية برئاسة الأمين العام مصطفى البرغوتي والجبهتين الشعبية والديمقراطية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المداخل المؤدية إلى نابلوس في الضفة الغربية المحتلة بعد عملية طعن عند حاجز حوارة نفذها شاب انسحب بعد ذلك من المكان عملية الطعن أدت إلى جرح جندي فيما أصيبت مصطوطنا عندما أطلق جنود الاحتلال النار على المنفذ من دون أن يتمكنوا منه أكد الفلسطينيون أنهم بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي لهم عبر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي ودانت قيادات فلسطينية ما وصفوه بالابتزاز مكي لهم بعد رفضهم صفقة القرن أغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن ليغلق معه باب للحوار بين الفلسطينيين والأمريكيين فتح في العام ثمانية وثمانين من القرن الماضي الفلسطينيون الغاضبون اتهموا واشنطن بأنها شركة لإسرائيل في احتلالها لفلسطين وبأنها تخلف القوانين والشرائع الدولية التي تجرم الاحتلال وخطط الفصل العنصري التي ينفذها على الأرض حينما هي تؤكد دعمها اللامحدود لدولة الاحتلال في فلسطين يعني ذلك أنها خارج المنظومة الدولية لا تؤمن بالسلام وإنما تقف مع الإرهاب القرار الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ من خلال إخلاء المقر وترحيل العاملين فيه سيكون في جدول أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير نهاية الشهر الحالي حيث يؤكد قياديون فلسطينيون أن الخطط تعد من أجل الانفكاك من الاحتلال واتفاقياته لكنهم يؤكدون أن الخطط بحاجة إلى حاضنة عربية وإسلامية لتكون دعما لهم ويحذرون من التماشي مع أي خطط لتصفية القضية الفلسطينية هذه السياسات آمل أن تكون رسالة للعرب والمسلمين لأخذ موقف جدي لمواجهة هذا السلوك الذي فيه استخفاف واستهتار فيهم وأن لا ينزلقوا فيما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بموافقة أو بصمت عربي إسلام القيادة الفلسطينية أوضحت أن إجراءات اتخذت لحماية أوضاع الفلسطينيين في الولايات المتحدة بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير نعتبر أن قطع هذه العلاقات وإغلاق المكتب علامة فارقة في دور الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط في رعاية عملية السلام وإنما أيضا في دورها في المنطقة القرار الأمريكي جاء جزءا من العقوبات التي فرضتها واشنطن على الفلسطينيين لرفضهم صفقة القرن ولإسرارهم على التوجه إلى المحاكم الدولية ضد إسرائيل هي سياسة لتضيق الخناق على الفلسطينيين للقبول بتصفية قضيتهم في مقابل أقل الحقوق لهم وأكثر المكاسب لإسرائيل نسر سلمي رام الله الميادين ونعود مشاهدين إلى لقاءات التي قامت بها حركة حماس ومن ضمن هذه اللقاءات طبعا كانت مع المبادرة الوطنية برئاسة الأمين العام مصطفى البرغوثي وهو معنا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سيد مصطفى البرغوثي حاليا من غزة أهلا وسهلا بك معنا أستاذ مصطفى أود البداية الحديث عن لقاءكم مع حماس هذه المبادرة كانت بالتنصيق مع من؟ هل كان هناك تنصيق مع السلطة؟ وما الذي توصلتم إليه في هذه اللقاءات مع حماس؟ أولا أنا جئت إلى قطاع غزة بعد انقطاع جباري لم يكن يسمح لنا بأي حال نحوال أن نصل إلى قطاع غزة وأنا سعيد أن نستطعنا أن نصل عن طريق مصر وعن طريق معبر رفح لكي نطلع على ظروف شعبنا وحياته وما يعانيه من معاناة قاسية في قطاع غزة وثانيا لكي نبدل أي جهد ممكن من أجل التواصل مع كل القوى الفلسطينية لتدليل استعاب على أمل إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وهو أمر أصبح ملحن جدا في ظل مخاطر صفقة القرن وضرورة مواجهتها كان لنا عدة لقاءات مع الإخوة في حركة حماس بما في ذلك مع الأخ سماعين هنية رئيس الحركة وأيضا مع الإخوة في حركة الجهاد وهناك لقاءات أيضا مع الرفاق في الجبهة الشعبية والديمقراطية والإخوة في حركة فتح وقبل أن أتي إلى هنا كان لنا طبعا تواصل مع الإخوة في حركة فتح نحن نعتقد أن هناك آفاق مهمة لإنهاء هذا الوضع الخطر والصعب ما سمعناه من الأخ بالعبد مشجع وأكد على عدة أمور أولها أن حركة حماس مصممة على أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة منفصلة وهذا أمر ضروري أن يكون واضحا للجميع وثانيا أنهم ضد صفقة القرن بكل تفاصيلها وثالثا أنهم يرون في منظمة التحرير لإطار الطبيعي لوحدة الكوى الفلسطينية هناك قضايا تفصيلية أخرى طبعا سمعناها هناك إجماع على المقاومة الشعبية وأنا أعتبر هذا أيضا خطوة عظيمة في اتجاه توحيد النظار للوطن الفلسطيني هذه المقاومة الشعبية التي تجري في غزة في مسارات العودة وتجري أيضا بشكل رائع في الخان الأحمر وفي راس كركر وكفر نعمة وفي خربتة وفي كفر قدوم وفي مدينة القدس الباسلة هناك أساس لوحدة الفلسطينيين هناك اتفاق على البرنامج السياسي هناك اتفاق على الإطار التنظيمي وهناك اتفاق على شكل النضال فلم يعد هناك مبرر لاستمرار حالة الانتسام لكن سيد مصطفى هذه اللي ترحت حضرتك هي عنوين عريضة لم تشرح بالتفصيل يعني آلية التنفيذ دائما ما كانت ترفع هذه الشعرات أو هذه العنوين ما الذي اختلف الآن؟ المخاطر طول عمرة محدقة بالقضية الفلسطينية ما الجديد خاصة على سعيد تفاصيل هذه العنوين اللي حضرتك أو النقاط اللي حضرتك ذكرتها؟ أولا المخاطر دائما كانت موجودة ولكن كما ذكرتم قبل قليل في تقريركم الوضع أخطر بكثير من أي وقت مضى إغلاق مكتب منظمة التحرير يدل على أن إدارة ترامب ليست كالإدارات السابقة منحازة فقط لإسرائيل وإنما هذه الإدارة منحازة للمستوطنين ومنحازة للاتجاهات المتطرفة ومنهمك ممثلوها منهمكون مع الإسرائيليين والحركة الصينية في محاولة تصفية كل عناصر القضية الفلسطينية جميل ما الذي قدمتو؟ إذن ما الذي تم تقديمه بشكل واضح اليوم في هذه اللقاءات؟ سواء من جانبكم أم من الطرف الآخر؟ نحن نعتقد رأينا كمبادرة وطنية كان وما زال أن المخرج الحقيقي ليس مواصلة الدوران في حلقة مصرغة المخرج الحقيقي يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا وفي تحديد موعد لإجراء انتخابات لإعطاء الشعب حقه في الاختيار خلال ستة شهر أو سنة في أقصى الأحوال وانضواء الجميع في منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلهم فيها طبعا هناك مطلب من الإخوة في فاتح أن يكون هناك تمكين لحكومة الوساط لا يوجد معارضة هنا من الإخوة في الحماس لحدود ذلك كفترة انتقالية على أساس أن تكون هذه الفترة مكرسة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى أساسا يكون هناك توجه لإنهاء أي شكل من أشكال الإجراءات حتى نعزل صمود أهلنا وشعبنا في قطاع غزة وهذا ما أعتقد يجمع عليه الجميع كان لنا لقاءات شعبية رائعة أنا الآن في رفح وقبل قليل كنا في خانيونس المزاج الشعبي العام يريد وحدة وطنية الناس هنا في رفحة فكرة جميع القوى من الإخوة في فتح لحماس للجهاد للشعبية للديمقراطية للمبادرة لحزب الشعب جميعهم مع بعض ويتكلموا بلغة واحدة أنا آمل أن ينعكس هذا على مستوى كل القيادات وأن نرى تقدما نحو الوحدة والمصالحة الوطنية في أسرع وقت ممكن حرصا على مستقبل فلسطين بأسرع كل الشكر لك ألمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي كنت معنا عبر الهاتف من غزة صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة حكومية جديدة تمنح للمرة الأولى ما تسميه الحق الحصري لإسرائيل بالقدس والضفة الغربية إنها القدس مجددا القدس كابوس إسرائيل وحلمها المستحيل وفي جديد المزاعم الإسرائيلية وثيقة حكومية تزعم وللمرة الأولى أن لإسرائيل الحق الحصري على القدس وعلى الضفة الغربية هكذا بجرة قلم تحلل إسرائيل وتحرم في أراضي فلسطين التاريخية صحيفة إسرائيل اليوم تنفرد في الخبر المزعوم وفي تفاصيله أنه عقد العام الماضي مؤتمر لرجال قانون وديبلوماسيين رفيعين بمبادرة مما تسمى وزارة شؤون القدس والتراث في إطار ما تطلق عليه تل أبيب البرنامج الدولي لتعزيز مكانة القدس الخطر في الأمر أن هذا البرنامج الذي أطلقته الوزارة الإسرائيلية في السنة الخمسين على ما تسميه إسرائيل توحيد المدينة انتهى في خلاصات جمعت في كتاب واحد طبع بمئات نسخ وسيوزع الأسبوع المقبل على كل السفارات الإسرائيلية في العالم وعلى رجال القانون والديبلوماسيين الكبار وعلى المتصدرين للرأي العام على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية ما هو عنوان الكتاب؟ العنوان يختصر تاريخ الكيان الإسرائيلي في اغتصاب الأرض الفلسطينية عنوان الكتاب حق إسرائيل واللافت أنها المرة الأولى وفق الصحيفة الإسرائيلية التي يصدر فيها كتاب يعنى بمسألة السيادة المزعومة لإسرائيل في القدس ووجودها القانوني من وجهة نظرها في الضفة الغربية المحتلة وعليه لا توفر إسرائيل جبهة إلا وتستغلها كي تزور التاريخ تركت لدونالد ترامب جبهة الديبلوماسية الدولية فتحدى العالم ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس بالرغم من معارضة معظم الدول في الأمم المتحدة وها هي تحمل اليوم ورقة تزعم أنها قانونية في محاولة لتغيير مواقف العالم إسرائيل تحاول أن تقنع العالم بأن لها السيادة على القدس والضفة وبذريعة القانون هذا القانون نفسه الذي يتعارض مع وجود إسرائيل من الأساس نجح طفل الفلسطيني محمود أبو ندا في تحقيق حلمه بأن يكون أول طباخ صغير السن حيث يصر على استكمال تنمية موهبته رغم معاناته الطويلة مع المرض لنا شهينة رب صدفة خير من ألف ميعات كما يقال هذه هي حال محمود الطباخ الصغير صاحب الطموح الكبير ألمت به الآلام لكنه يتشبث بالآمان لم يكن يدور في خلد محمود لـ 12 ربيعا أن يحقق حلمه وهو برعم يكاد أن يتفتح وهو يتعلم أصول فن الطبخ ويتسلح بموهبته وأمله أن يتجاوز جدران المطبخ إلى رحاب أبعد وأوسع أنا اتعلمت من ماما وبعدها صرت من جراعي بأخذ وصفة هيك وبعدها صرت من النت أحيانا وهيك اتطورت موهبتي وأنا أخبرها أروح للمسابقات بره وأقدم فيها وأفوز محمود والده جابه قال أنه محمود عنده موهبة في الطبخ من هو عمره 8 سنوات فرخنا على المطبخ نكتشف موهبته شام أكثر من نوع من البهارات فعرف جميع أنه على البهارات من غير ما يقرأ أي مظروف عليها وتعامل مع الطاقم بكل أريحية نهش المرض جسده لكن روحه لا تعرف الاستسلام فمن اكتوى بنيران الاحتلال والحصار قادر على تخطي كل الصعاب أنا مرضي كانسر وأول ما عرفت أنه أنا مريض وهيك ما خلتهوش يأثر علي ويحبطني ويحبط أورجي العالم كله يعني أشتف الفلسطيني رغم المرض ورغم الحصار في فلسطين أنه يقدر يقاوم ويقدر يحقق حلمه ويوصل للي بدو إياه والهدفه ينقش محمود اسمه كأصغر طباخ فلسطيني بكل فخر واقتدار ويعلم العالم أن الإرادة والعزم والإصرار لا تحد بحدود حتى ولو كان صاحبها قابعا خلف أسوار الحصار لانا شهين غزة أعلم يادين تذكير بعنوين هذه النشرة ترامب يؤكد الاقتراب من معرفة حقيقة اختفاء خاشقجي والرياض تقترح تشكيل فريق تحقيق مشترك مع أنقرة شهداء وجرحى مدنيون في قصف التحالف السعودي مزارع في الحديدة والأمم المتحدة تتهم التحالف بقتل نحو 2250 طفلا كوتن يؤكد أن ضرب روسيا للإرهاب حافظ على دولة سوريا ويقول أن إعادة إعمارها مهمة مشتركة للمجتمع الدولي الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت تائما شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة